بين التهديد بتصعيد يتجاوز العمل السياسي إلى العسكري والتلويح بتخفيف العقوبات تواصل إدارة الرئيس الأمريكي مساعيها نحو إيجاد قاعدة انطلاق لحل الأزمة مع إيران وضمان التزام طهران ببنود الاتفاق النووي وكبح جماح ميليشياتها في الشرق الأوسط ناهيك عن برنامجها للصواريخ الباليستية وفي سياق سياسة الترهيب والترغيب التي تنتهجها واشنطن وتتابعها في ذلك الدول الأوروبية شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات لافتة إذ سحبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة مشروع قرار لإدانة إيران في الوكالة الدولية لطاقة ذرية بسبب تعليقها العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي بينما تحدثت تصريحات حكومية في العراق عن أن واشنطن بصدد الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة لدى العراق لأغراض قالت إنها إنسانية ومدنية وبحسب المصادر الحكومية ذاتها فإن إيران تملك أموال في العراق هي ثمن ما تصدره له من غاز وكهرباء وهي أموال مجمدة بسبب العقوبات الأمريكية على إيران إلا أن تقريراً للمعهد الأطلسي للدراسات أكد أن صورة ليست بهذا الوضوح فإيران تسيطر على مثلث الأمن والطاقة والسياسة في العراق وبالتالي فإن الحديث عن الإفراج عن أموال إيرانية في العراق ليس إلا مناورة أمريكية لأن واشنطن تعلم جيداً أن طهران تملك التصرف في أموالها لدى بغداد بل إنها تملك كذلك بحسب محللين التحكم في أموال العراق ذاته لخدمة أهدافها من هنا تبقى السياسة الأمريكية والأوروبية إزاء إيران تتأرجح بين العصى والجزرة سعياً لإقناع إيران بالعودة إلى طاولة التفاوض عودة يرى مراقبون أن إيران ترغب فيها وإن كانت تسعى من خلال التصعيد إلى تحسين موقفها التفاوضي عندما تحين الفرصة ترجمة نانسي قنقر